تسع ساعات قضاها صلاح دريس الذي يمتلك مركبة إجرة منتظرا في طابور طويل للحصول على القليل من الوقود كانت هذه الساعات كفيلة بضياع يوم كامل من العمل لصلاح الذي يعمل سائق إجرة ويعد مصدر دخله الوحيد نحن صحابي الإيران نتعب معيناء في العيش حسب ما تشوفون الآن نحن الآن مطبرين تقريبا من الساعة تسع الصباح في وقت ذلك ارتفاعات البنزيل وفي وقت ذلك انقطاعه نحن عارفين ما لأسباب الأسباب أن البنزيل مرتفع وفي وقت ذلك نحن مطبرين في هذا لازم تضيع يومك ساعات طويلة من أين تبحث عن البنزيل تضيع أيامك وتضيع مشاورك زباينك تضعون عليك أن تبحث عن البنزيل في هذا الوقت مئات المركبات هنا تصطف في طوابير طويلة في أزمة خانقة تشهدها مديريات وادي وصحراء محافظة حظرموت فهي ليس مجرد أزمة فحسب بل تتفاقم مع ارتفاع الأسعار المهولة في فترات متقاربة إذ وصل سعر لتر البترول الواحد إلى أكثر من أربعمائة ريال بينما في المحطات الخاصة تجاوز الخمسمائة ريال يمني بالنسبة للأزمة التي نعانيها حاليا حسب ما وصلتنا آخر المستجدات هي سبب ارتفاع البرميل في السعر العالمي وكذلك انهيار العمل المحلية أدى ذلك إلى انخفاض الكميات وعزوف التجار بسبب انهيار الأزمة أدى إلى الترددهم في الكميات وزيادتها وكذلك انخفض نسبة السوق المحلي بمعدل الحالي يغطي حوالي 60% من احتياجات السوق المحلي تتحدد الأزمات في وادي حضر موت لكن تبقى المعاناة واحدة خصوصا مع اتراب شهر رمضان الفضيل ما ينذر بارتفاع المؤاد الغذائية وانقطاع المشتقات النفطية وهو ما يعزز من الاستياء الواسع لدى المواطنين هنا في ظل تدهور المستمر للعملة المحلية وتقاعس الحكومة عن القيام بالدور المناطبها بشكل كامل جرعة تليها أخرى في محافظة تعد من أكبر المحافظات اليمنية إنتاجا للنفط بينما يعاني سكانها من أزمات متتابعة في المشتقات النفطية طوال العام حدد مساعد قناة بلقيسة من مدينة سيون حضر موت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر